موسيقى السلام عليكم أهلا وسهلا في الحلقة الثالثة النهاردة وأهم طول المفروضة أن نعرفها في موضوع التلوين سواء في الدفينشي أو في غيره معكم محمد خاطر في تلوين الأفلام بالصدفة شفت واحد على اليوتيوب من اللي بيقدموا برضو دروس عن الدافينشي بيقول فيه أن الدافينشي ده أقوى برنامج على الإطلاق للتلوين في العالم والحقيقة المعلومة دي مش دقيقة خالص لأن فيه برامج أقوى بكتير كمان من الدافينشي بس هي غالية جدا جدا ومفيش منها نسخ مجانية فعلى سبيل المثال عندنا مثلا الفليم من أوتو ديسك ده صوفتوير قوي جدا وكبير جدا بتاع فيجول إفكت ده مثلا إيجاره في السنة خمس تلاف دولار عندنا كمان فيلم لايت ده حاجة ضخمة كبيرة برضو دي شركة بريطانية اللي عاملاه وبرضو بأرقام كبيرة جدا مع الهاردوير بتاعه لكن الدافينشي عندنا نسخة منه مجانية وعندنا النسخة حتى اللي بفلوس فهي بفلوس بسيطة لا تقارن خالص انت بتمتلكه بثلتمائة دولار ولا تلتمائة وخمسين دولار مش زي اللي بتأجره بخمس تلاف دولار في السنة الوحدة مثلا او المفروض ان انت تشتريه بالهاردوير ميزة الدافينشي كمان انه هو مش لازم يكون معاه الهاردوير انت المفترض ان انت تقدر تشتغله على حتى لابتوب تقدر تعمل اللي انت عايزه عليه طبعا في حدود الامكانيات وفي حدود الماتيريال وحجمها وكده لكن هو نسخة مجانية على الاقل تقدر تتعلم عليه وتتدرب عليه وفي الاخر تقدر تطلع به شغل في المرات اللي فاتت عرفنا تكوين الانترفيز بتاع الدافينشي وعرفنا امكانيات التحكم فيه ودلوقتي هنقدر نتعرف على الجزء ده الخاص بالتلوين مجموعة تولز هنا قوية جدا واساسية جدا هي اللي بنبدأ نشتغل بها في تلوين الفيلم بتاعنا الجزء ده هنقدر ناخده غالبا في مرتين على حلقتين الجزء ده ده برضو الجزء الثاني من التلوين من تولز التلوين مهم جدا برضو بنقدر ناخده يمكن في مرتين وبعد كده هنبقى محتاجين ان احنا نتعرف على باقي تفاصيل النودز النودز اللي احنا تكلمنا عليها وقلنا ان هي زي اللي هي رزي كده وهنبقى محتاجين ان احنا نتعرف على القايمة بتاعة color دي بالمكونات بتاعتها فدلوقتي عندنا الجزء ده هو اللي هنتكلم فيه النهاردة وتعالوا نعرف التاب سي دي فيها ايه اول حاجة هنا عندنا اللي هي الكاميرا رو الكاميرا رو دي ما بيكون عندنا مواد متصورة بكاميرا رو فبنقدر نتحكم في المادة بتاعتنا كأنها لسه هتتصور يعني كأنك بتزبط في الكاميرا نفسها اللي هو تلاحظ هنا color temperature, tint, exposure, sharpness highlight وهكذا دي الحاجات الخاصة اللي انت بتزبطها جوه الكاميرا بتاعتك قبل ما تبدأ تصوير علشان هي يعني متصيفة خام تماما على الكاميرا ففيها مجموعة كبيرة من البرامترز اللي ممكن تقدر تتحكم فيها تاني كداتا تمام وده يعني مش هيظهر مش هيفتح معك غير مع material هي رو لو بصينا للفيديو ده هتعتقد ان ده رو هو ده مش رو هو ده وده طريقة تانية لان انت تاخد صورة مسحوب الوانها كده عشان تقدر تتحكم فيها اكتر كل كاميرا بتعمل الطريقة بتاعتها وبتسميها حسب الكودينج بتاعها خلينا نروح للي بعده وده color matching ده ان احنا بنشوف المجموعة الالوان دي هي بتبقى عبارة عن لوحة بنحطها قدام الكاميرا علشان نماتش بعد كده هنا بنماتش كل لون على اللون اللي موجود عندي جوة المشهد نفسه بعد كده عندنا بقى الطول المهمة جدا 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 وهي color wheels عندنا هنا مجموعة من وزيها تحت خالص هنعرف كل واحدة فيها بتقول ايه وعندنا color wheels اللي هي الاساسية هنا في التحكم في الالوان وعندي نفس المجموعة بس بطريقة البارز اللي هي بارز كده بنقدر نتحكم فيها بنطلع وننزل في الالوان بالشكل ده وعندنا الحاجة التالتة اللي هي log ماشي log wheels زي color wheels بالضبط لكن هنعرف ايه الفرق ما بينهم اول حاجة على الشمال عندي عندي الايكون ده الحرف الاي حرف الاي ده بيعني ان احنا بنخلي الالوان auto يعني الكمبيوتر نفسه دافينشي نفسه كبروجرامج كده بيبدأ يحلل الصورة وي يعدلها بالشكل اللي هو تقريبا يبقى شايفه من ناحية الالوان والكونترست والبرايتنس والكلام ده زي ما احنا شايفين كده هو اعمل الالوان الطبعية اللي هو يبقى شايفها فدي طريقة ممكن تبدأ بيها وبعدين تبدأ تعدل عليها لو انت مش حاببها تاني حاجة معي الايكون ده اللي هو عبارة عن اضطار كده ده نصبط به الويت بالانس وده مفروض بناخده ونكليك على المكان اللي فيه ابيض هنا في الصورة بحيث ان انا اقول له ان الدرجة دي المفروض ان هي الابيض اللي صريح او دي هي مثلا الابيض اللي صريح بس احنا في الحقيقة ما عندناش هنا صورة فيها ابيض فعلي فمش هنعرف نستخدمها طيب الحاجة اللي بعد كده التمب اللي هي اختصار وهي درجة حرارة الصورة اللي عندي يعني ايه درجة الحرارة يعني الصورة عندي سخنة جدا ففيها احمرات كتير ولا هي بردة جدا كولر شوية فهي بتروح للالوان الازرقات فالتمبريتشر هنا بيشتغل ما بين الاحمر هنا شايفين ده شايفين الجزء ده الويل دي الويل دي هنا درجات الوان هي اللون الاحمر ده واللون الازرق ده الاتنين دول العكس بعض بيمر بالنقطة دي نقطة اللي في الوسط دي يبقى التمبريتشر هنا بيلعب ما بين الدرجة السخنة بتاع الاحمر وما بين الدرجة الزرقة اللي هي البردة اللي هنا في اليمين فلما نبصوا للصورة ونسحب التمبريتشر ده شمال فنلاقيها بتزرق كده خالص نخدها اليمين فنلاقيها بتحمر خالص تمام؟ طيب التنت هنا حاجة زي التمبريتشر بس هو عكسه يعني ايه عكسه؟ يعني بياخد ما بين الاخدر هنا والبنفسي جده تمام؟ بيمر بنفس النقطة اللي في الوسط وياخد ما بين الدرجة دي من اللون والدرجة دي من اللون يعني ناخد شمال كده هنبصوا للأيب نروح للأخدر خالص والروح يمين نلاقيه بيروح لللون البنفسي تمام؟ دابل كليك هنا بنقيه بنرسيت البرامتر دي اللي بترجع صفر زي ما هي ماشي؟ بنقدر نكليك كده بنلاقي المربع الأحمر ده بنكتب الأرقام اللي احنا عايزينها ونكليك انتر ماشي؟ او نحن بنسحب زي ما كنتوا شايفين يمين وشمال او بنضبل كليك كده على الكلمة نفسها تنت وبنقيه بيرجع للصفر تاني طيب الكنترست هو التباين اللي ما بين الأبيض والأسود برضو بيخليلي الألوان الفتحة تبقى فتحة أكتر والغمقة تبقى غمقة أكتر شايفين؟ كله بيروح للدرجة الأعلى بتاحته طيب ولو نزلت عن المية بيصحب كل الألوان لحد ما تروح للون الرمادي اللي هو مفوش أي حاجة طيب خلينا نعمل الكلام ده على صورة تبقى فيها ألوان فعليا مش مسحوبة اللون زي كده الكنترست هنا ممكن نعليه بالشكل ده أو ممكن نسحبه فيبقى بهتان بالشكل ده تمام؟ بيرجع للصفر تاني طيب لو أنا عندي خمسين في المية مثلا زيادة كده هايبقى عندي البيفوت ده بعديه وده عبارة عن اللي هو سنتر الموضوع الكنترست اللي حصل ده اللي هو التباين اللي حصل ده نقطة السنتر بتاعته تبقى فين؟ تبقى منين؟ بصوا كده الموضوع بيتحرك ازاي؟ من الفواتح للغوامة فاحنا كأننا بنسحب الكنتر لمكان تاني في الصورة ماشي؟ بنتشوف اللي احنا المكان اللي احنا عايزين عليه يبقى يبقى مركز عليه الكنترست ونشتغل عليه ونختره طيب عندي هنا ده اختصار الميت تون ديتيلز الديتيلز دي خلينا نشوفها احسن مع الصورة دي بس احنا نخلي نعلي الالوان شوية نزبط الالوان شوية علشان نبقى قادرين نشوف الموضوع بشكل كويس خلينا كده مسلا تعالوا نزوم ان كده نزوم ان ده احنا بنعمله بالماوس بنسكرول بالماوس قدام ورا ونشوف الديتيلز كده نرفع بتزيد ازاي؟ نزوم قود سنة عشان نشوف الفرق فعلا شايفين الديتيلز بنعمل صورة خالص او بنعلي او بنسحبها خالص فالصورة تنعم بهذا الشكل ودي هنحتاجها في اماكن معينة ان شاء الله هنتكلم عليها وده الجزء اللي فوق نشوف الجزء اللي تحت خالص وعندنا هنا بيعمل ساتيوريشن للصورة بالشكل ده يعني ساتيوريشن يعني تشبع الالوان يعني بالبلد كده فقعة زي ما احنا شايفين ده اللي بيحصل في الصورة طيب احنا عندنا حاجة زيه بالضبط اسمها هنا ساتيوريشن ساتيوريشن ده برضو بيعمل نفس الحاجة الصورة طيب ايه الفرق ways Arai الفرق wäh Bundestion الفرق ما بين الاثنين ان الساتيوريشن بيعلي كل الالوان بيعلي كل الالوان او طبعا باليقلل الها بيصحب الالوان كل الالوان اللي موجود عندي لكن Polish color Post هنا ده بيعلي الساتيوريشن القليل جوه الصورة بيعلي Multi رائلا جوه صورة بيعلي الحاجات اليها قليلةัة اصلا او بيصحبها بيصحب الشجcies العالية تفهم ان الفرق بيصحب الشجosaurus العالية قوي وبيزود الحاجات القولية القوية تمام لكن هنا ده لما بنعليه بيعلي كل الدراجات اللي موجودة عندي في الصورة زي الفرق ما بينهم طيب الشيد هنا وده اختصار الشادو ده بيفتح او بيغمق الشادوهات بتاعت اللي موجودة جوه الصورة ماشي بيأثر طبعا على كل الحاجات اللي هي فيها شادوهات او اخداء بعض الغوامقة الهايلايت اللي هو عكس الهايلايت زي الاماكن دي كده مثلا هي لمعة شوية وده بيهديها ما نسحب كده شمال نشوف ان هو بيبدأ يهديها خالص او ان احنا نزودها فتلمع بالشكل ده تمام طيب قلنا الهيو هنا ان احنا بنغير اصلا البلدة بتاعت الالوان خالص وكأننا بنعدي الصورة بتاعتنا دي تحت مجموعة مختلفة من الفلاتر الملونة يعني نشوف كده عملي بصوا الالوان بتتغير تماما بنسحب يمين وشمال الالوان بتتغير خالص طيب عندي ايكون هنا اسمها اللي هي اختصارها اللوما ميكس وده هنقولها بعد شوية لما نتعرف على مجموعة الويلز دي عندنا بقى اللفت وعندنا الجاما وعندنا الجين وعندنا ايه دول وبيعملوا ايه ويالفرق ما بينهم اللفت هو اي جزء في الصورة فيه غوامق تعالوا نروح لدي تاني الجزء ده كل الجزء ده كده غوامق عبارة عن حاجات كلها غوامق فهو ده بيشتغل على الجزء ده بشكل اساسي عندنا هنا تلات مكونات لي عندنا الجزء ده البقرة دي ودي بنقدر نحركها شمال ويمين وزي ما احنا شايفين كده راح ساحب كل الالوان الغمقه لغمقه اكتر نلاحظ كده ان الجزء الغمق ده بيغمقه اكتر لكن الجزء المنور ده بيسيبه زي ما هو طبعا وكل ما بنزود طبعا ما بيحصل على الكل تأثير لكن ما بيبقاش بنفس تأثير الجزء الغمقه ولما نفتح كده فهو بيفتح برضو الجزء الغمق اكتر من الجزء المنور تمام بنقدر نرسيت من هنا كل حاجة طيب عندي هنا الثلاث الوان اللي هي المكونات الطبيعية للر جي بي للالوان بتاعتنا بتاع الكالر ويل ودي اللي هي اداة اليومنس اللي هي الاضاءة بتاعة الشوت اما بنكليك على اي خط من دول نقف عليه بالزبط ودبل كليك بي ايه بيريسيته هو بس يعني انا لو رافع الاحمر مثلا كده تمام بيضبل كليك عليه عشان نرسيته هو بس لان لو عندي انا لاعب في كذا حاجة بالشكل ده وعملت رسيت من هنا ده بيريسيت كل حاجة موجودة هنا لكن انا عايزة رسيت اللون معين فاقف عليه من تحت كده وضبل كليك عليه او ان انا باقف عليه هنا واروح كاتب zero وانتر بس الابسط انت بتعمل دبل كليك على الخط بتاعه من تحت طيب يبقى البكر دي بنسحبها يمين وشمال علشان تغمق وتفتح والالوان دي بنزود الازرق بنزود الاخضر او طبعا ننقص وكذلك الاحمر وكذلك اضاءة الصورة عموما هنا عندنا اوبشن تاني غير ان احنا نشتغل على دول يمين وشمال ان احنا ناخد النقطة دي ونحركها نحية اللون اللي احنا عايزينه نشوف المشهد بتاعنا عايزين نوديه لانهي مرحلة ونروح نتحرك لها تمام وبردو بنقدر نرسد من هنا طيب بقى ده اللفت اللي هو شغال على الاجزاء الغمقه في الصورة بتاعتنا خلينا نروح لعكس اللفت اللي هو الجين وبعدين هنرجع لجاما الجين هو عكس اللفت هو الاجزاء الفتحة اصلا في الصورة اللي هي زي الاماكن المنورة قوي دي تعالوا نلعب في البقرة دي ونشوف شايفين التأثير بيبقى ازاي اعلى على الجزء اللي هو المنور اكتر نلاحظ هنا كده هنلاقي ان الجزء ده هو اللي بينور بسرعة اكتر هو اللي بتأثر اكتر من الجزء الغمق ده اللي هو كنا بنأثر فيه باللفت تمام باقي البرامترز بتاعته كلها هي هي بنزود برضو الازرق بروح يزوده اكتر على طول في الفواتح بنزود الاخدر بنزود الاحمر بنقلل الاضاءة وبنزودها وهكذا التأثير الاقوى بتاعها بيكون على الفواتح اللفت التأثير بتاعها الاقوى بيكون على الغوامق طيب بعد كده عندنا بقى الجاما الجاما هو كل المناطق اللي ما بين الفواتح والغوامق ماشي اللي هي المناطق اللي زي كده مثلا دي او زي دول المناطق دي هي دي اللي بيشتغل عليها الجاما بشكل رئيسي تعالوا نعلي الجاما كده فنلاقي ان المناطق اللي في الوسط هي اللي بتتأثر بشكل اكبر طبعا هي مش ملاحظة قوي زي ما بتشتغل بالجين او باللفت بس يعني هي فعليا تأثير هكذا تعالوا نعلي الازرق فنلاقي ان الازرق هنا بصد اول حاجة بتتأثر به هي المنطقة الوسطة دي الاجزاء الوسطة دي بتأثر به وبيظهر فيها اكتر من الغامق والفاتح هنزود الاحمر نقلله وهكذا ماشي طيب اخر حاجة اللي هو الافست الافست هو كأننا بنحط حاجة فلتر كده على الصورة ككل بنروح حاطين حاجة كده تدي لون عام للصورة فاتأثر على كامل الصورة يعني بفتح فبتأثر على كامل الصورة كلها غامق بقى وفاتح ومنطقة وسطة وكل حاجة اللي هو بتأثر على الجزء اللي فيه الجين والجزء اللي فيه الجاما والجزء اللي فيه اللفت تمام وكذلك باقي البرامترز زي ما هي برضو نزود الازرق او بنقلله بنزود الاخضر او بنقلله بنزود الاحمر او بنقلله وبنرسيت من هنا او بناخد النقطة دي ونحركها برضو للمنطقة منطقة اللون اللي احنا عايزين هتبقى بتأثر اكتر اللي هو ميكس دي اللي احنا كنا سيبناها قلتلكم هنتكلم عليها بعد ما نعرف الـ color wheels دي او بنزود الازرق هنا نخلي برنا كده من الـ scopes دي ونقلنا دي اللي هي نحن بنقلل بها الالوان ده ميزاني الالوان بتاعتنا فنلاحظ كده احنا عايزين نرسيت هنرسيت هنا ونشوف الازرق والاخضر والاحمر تقريبا متساويين كلهم طيب لما باجي ازود الازرق هنا في الجين شايفين بيطلع بيعلى ازاي بيعلى ازاي هنا لكن نخلي بلنا ان هو بيأثر هنا على الاخضر والاحمر ليه لان هو بيعوض لان الصورة مكونة من الثلاث الوان دول فانت هتزود الازرق فطبيعي ان الاخضر والاحمر هيبقى اقل جنبي تمام طيب نرسيت كده واللومة ميكس دي هنرجعها zero خالص وتعالوا نعمل نفس اللي عملناه هناخد الازرق ده ونطلع به شوفتوا ايه اللي حصل وقف الميكس اللي ما بين التلات الوان فالازرق بقى بيعلى والالوان التانية ثابتة مقدرها في الصورة زي ما هي لكن طبعا الازرق بقى اغلب لان هو اثر على اللونين التانيين فالصورة بقت عندي بهذا الشكل تمام وكذلك اي لون تاني الاخضر هو اللي بيزيد لوحده الاحمر هو اللي بيزيد لوحده تمام هنرجعه تاني لمية زي ما هو وتعالوا نرفع هنلاقي البقين بيقله ماشي لانه بيحصل توازن اوكي يبقى دي كل التولز اللي معانا هنا تقريبا نروح على التاب التانية وهو هي نفس المحاجات دي بالزبط بس اعطيها لك بطريقة مختلفة بدل ما هي ويلز كده واعطيها لك بارز بالطريقة دي والبارز دي بنقدر نتحكي فيها ان احنا نسحب لفوق كده او ننزل لتحت نسحب بالماوس على التون نكليك ونسحب او ان احنا نحرك البقرة بتاعتنا الفوق كده هو بتاعت الماوس فبيزود وبيقلل اللون اللي احنا عايزينه والباقي كله تقريبا حاجة واحدة كل ده بقى حاجة واحدة المختلف شوية اللوج هنا اللوج هنا عندنا شادو عندنا ميت تون عندنا الهايلايتس وعندنا الافست الافست هو نفس الافست اللي هناك ما فيش اي حاجة مختلفة في الافست خالص عن الكالوروليس بصح بيش حاجة بتتغير هنا نهاية ماشي فهو هو لكن عندنا الهايلايت والميت تون والشادو دول بقى اللي احنا محتاجين ان احنا نتعرف عليهم ونشوف الفرق ما بينهم وما بين هناك الليفت والجاما والجين تعال نشوف تأثيرهم بعد ما رسدت الصورة ونشوف تأثير الهايلايت الهايلايت هو معناه الجزء العالي جدا موروا في الصورة ماشي طيب ما هو الجين هناك كان نفس الفكرة اه بس هنا لما التول دي بنلعب فيها نشوف ايه اللي بيتغير كده معنا الازرق هنا بيتغير فين؟ بيتغير في الهايلايت بس بص 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 الجزء ده بص بقى ازرق ازاي الجزء اللي هو اللي واخد نور عالي جدا ماشي تعال نشوف تأثير نفس الموضوع في الجين بص لما بنعلي كده شوف هنا بقى فيه هنا ازرقات في كل ايه في كل الاماكن يعني اثر على باقي الصورة برضو التأثير الاكبر على الهايلايت على الجزء المنور لكن فيه تأثير برضو ولو قليل على باقي الاماكن لكن هنا التأثير بيكون قوي جدا 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 على الايه على الجزء الهايلايت ده طيب فيه جزء فيه حاجة مرتبطة على طول بداه خلينا نعرفها على طول اللي هو الرنج ده الرنج اللي فيه سهم الفوق اللي هو رنج التأثير بتاعي على الهايلايت نحن كده بنقلله خالص ماشي وكده بنقويه جدا لما ننزل لتحت فبيبدأ يعمل تأثير كبير على كل الايه على كل الصورة ماشي طيب الرنج التاني ده اللي هو فيه سهم التحت ده بتاع ايه ده بتاع العكس بتاع الشادو هنرسيت ده ونروح للشادو ونعلي الجزء ده الشادو اللي هو قلنا الحاجات الخاصة بالاماكن الغمئة اللي هي رمية شادوهات من الإضاءة برضه لما نعلي كده شفته ونقلل ما بقاش فيه تأثير تمام ده التأثير اللي حصل من الايه من الشادو هنا طيب نرسيت كل ده ده زرار بتاع رسيت بتاع كل المنطقة دي نروح هنا وعند اللفت ونعلي الأزرق كده شوف تأثيره بقى عامل ازاي تأثير مختلف خالصه تأثيره مختلفة عن الشادو عندنا الميت تون هنا هي برضه منطقة الألوان اللي هي الوسطة والشادو قلنا هو المنطقة اللي فيها الغوامة طيب تعالوا نجرب بقى عملي الكلام ده ناخد ناخد فيديو زي ده نرسيته وبعدين نشوف هو محتاج ايه اول حاجة بقول له اعمل لي نود add serial node هذه نود جديدة وهذه نود تانية بعدها وهذه نود تالتة وهكذا النود الاولانية هقول له ان انا عايز اسميها من هنا نود ليول اسميها الوايت الوايت اسميها الوايت بالانس الوايت بالانس قلنا بنتحكم فيه من التمب هنا بحيث ان احنا نشوف الدرجة اللي احنا شايفينها ممكن تكون منطقية للألوان بتاعتنا وحققية ماشي محتاجين قبل الوايت بالانس ان احنا نزبط الكونتراست وهذه الكونتراست بتاعنا اهو ممكن نشتغله بطريقتين لا اما نشتغل كده دي درجة معقولة جدا يا اما ان احنا بنروح نقلل الليفت شوية ونعلل جين شوية وهو ده نفس فكرة الكونتراست انا بعلل الابيض وبقلل الاسود بتاعي فباخد نفس الناديجة تمام طيب البعد كده الصور عايز تتشبع لون شوية فعايز ساتوريشن نروح على الساتوريشن هنا ونعليه شوية كمان بالدرجة اللي تخليني مبسوط تمام اظن ان احنا محتاجين كونتراست اكتر سنة وممكن في الوقت ده نشتغلها بالجاما بقى عندي صورة متزنة الى حد كبير طيب بعد كده بقدر اشتغل على ان انا اعمل مود للصورة بتاعدي بمعنى ان الليفت مثلا ممكن ياخد سنة ازرق بسيطة جدا فيديني رونك كده للصورة بتاعدي بس ان فيها طبعا ما زودتش خالص يعني خلي الاسود برضو ما يميل بالعين المجرده كده لدرجة تانية ولا حاجة والجين هنا نسحب منه الاحمر شوية فالصورة تبقى قهد سنة تمام محتاج ان احنا نرجع له مضبوط شوية وهنا الكنترست برضو عايزين نعلي جين شوية بحيس ان احنا ناخد صورة سطعة خلي بلنا الاسكوبز هنا طول الوقت يبقى عنا عليها بحيس ان احنا ما نطلعش عن الجزء ده هنخرج عن الجزء ده نبقى في الامان والجزء ده برضو يبقى معنا في الامان يعني احنا ادرين دلوقتي عندنا مساحة هنا ادرين ان احنا نعلي سترقل الجين على شوية لحد هنا لحد هنا انا في الامان الصورة بتاعتي صورة محترمة ومتوازنة وكل حاجة فيها مظبوطة طبعا الموضوع بيعتمد بشكل كبير على رأيي الشخصي على اسلوبي في الاختيار على زوئي في الالوان انا حابب اعمل ايه عندنا امكانيات بعد كتير ان احنا نقدر نشتغل على لون معين ونعلي هو نفسه هنعرفه في التولز الباقية ان شاء الله وبكده احنا تقريبا وصلنا لصورة متزنة الوان ها تمام بنقدر نشوف قبل وبعد زي ما قلنا نكليك هنا ونشوف ادي كان قبل وهدي بعد ادي كان قبل وهدي بعد التلوين تمام طيب نرجع ثاني للتولز بتاعتنا والمنطقة دي خلينا نسيب الهد دلوقتي شوية وبعد نروح للجزء اللي هو الرقم وده اسمه الارجي بي ميكسر بيتحكم في الرد والجرين والبلو كل صورة بتتكون من ثلاث الوان احنا عندنا الرد هنا بيديك امكانية فضيعة جدا ان انت تتحكم في الرد بس من خلال الثالث الوان المكونين لها فزي برضو البارز اللي احنا شفناها قبل كده بنقدر نكليك على فوق وتحت ونقلل الدرجات بتاعتنا زي ما احنا عايزين لحد ما نوصل للحالة اللي احنا حابين نوصل لها سواء من هنا برضو كده او احنا ناخد ده ونطلع او ننزل وهي كده بحيث ان انت توصل للي انت عايزه من رسد من هنا دي تانية موجودة بشكل اساسي وممكن نشتغل عليها ونحتاجها في بعض الوقت المونوكروم هنا علشان تشوف درجات الابيض والاسود واتزانهم اليومانس ده هنا لشان نقدر نوازن درجة الابيض بالنسبة للالوان كلها الارجي بي تمام غير الدافينش هتلاقيها في اي برنامج بتاع تلوين او هتلاقيها في اي بلوجين بتاع تلوين او اي مديول تلوين موجود في اي برنامج الجزء الاخير ده وده خاص بالنوز وده للأسف هتلاقيه مقفول في النسخة المجانية وهو مجرد انه بس بيشلك النيز اللي ممكن تلاقيها في صورت في حالات دم شوية غمق هتلاقي دايما في نايز في الصورة فتقدر تشتغل عليها من هنا ان انت تريديوس ها شوية يارب تكون استفدتوا فيدوا اللي حواليكم واستخدموا اللي تعلمتوه فيما يردي الله سلام عليكم اشتغل